النحية التانية في حاجة أنا قلت النهاردة في المقدمة وإحنا من مكاسب الناديل إهلي حتى لو في مسار إسلبات في المكاسب الكبرى كريم الدبيس كريم دبيس يا كريم مباراة عن مباراة هتلى أي مباراة اشترك فيها كريم الدبيس وما كانش واحد من أفضل لعبها في الملعب سواء الأهلي كان كويس أو الأهلي ميش في أفضل حالاته هتلى مباراة كان الأهلي بيلعب فيها بيهاجم طول الوقت وكريم ما كانش جزء من العملية الهجومية والمنظومة الهجومية بتاع نادي الهل هتلي مباراة كان فيه مشاكل دفاعية عند الاهل من ناحا الشمال اللي فيها كريم دبيس لا شيء فلعيب بيشترك المرة الاولى في نادي بحجم النادي الاهل ولعيب تاني بعرفين احنا في مصر 20 سنة لعيب صغير لانه مؤلد الـ 2003 كريم الدبيس تطور ونضج بشكل كبير جدا هقايمولك في 3 مواقف زي ما كنا بنتكلم على امام عشور بمنطقة البساطة عشان يبقى عندنا معيار دايما بيقيم فيه طيب دي عملية عملية التكملها الهجومية كورة تسقط لجوال 18 والتعامل معها حاجة كده من رحة علي معلول كمل كمل فريم اللي بعده على طول اللي بعده الكورة تسقط صعبة جدا التعامل معها صعبة جدا بسك الرجل قفل عليه والكورة فوق عالية في مستقل الرجل مكمل في العملية الهجومية كان اول تهديد في الشط الثاني مش الاول اول تهديد في الشط الثاني لمديامة بعد 20 ديئة تهديده والراجل شارعه معرفش على ازاي بصراحة حارس وتعمل ديومة تصويبه منتازه من كريم الديباس ادي واحد الراجل بيكمل هجوميا ولا لا واقف هنا الراجل بيكمل هجوميا ولا لا ادي واحد التانية اي ظهير بقيمه على الكروس هل الكروس بتاعته جيدة حلوة وحشة بتوصل كم واحدة عدت وكم واحدة معدتش والتعامل معها هو تعامل مع العرضات دي ازاي ادي التانية الكروس بتاعه رغم انه ار الكروس وصعب الر كروس دايما بيبقى صعب لانه انت محتاج تصبت الارتفاع والدقة مع التحرك بتاع المهاجم بتاعك مفيش مهاجم واقف سابتلك فانت بتلعبها عليه فالكروس اللي عامله كريم الديباس راح عدى واحد اتنين تلاتة وصقط على طول ليه كريم فؤاد حظوا انه كرة سقطة كريم بيتعامل معها فيرستايم وحظوا انه كرة سقطة تحت قلب الدفاع بتاع فرقة ميدياما فدي النقطة التانية اللي بحكم على الكريم اللقطة التالتة في نهاية المباراة في الديها تسعين والمخزون البدني والحدة البدنية في الالتحامات السنائية بيحصل على كرة هنا الراجل واقف متمركز في مكانه صح رغم ان الراجل اللي نحى التانية محمد هاني كان خرج وما فيش حد بلعب ناحية اليمين الراجل راجع ومجمع بص الحجز والراجل قادر انه يحجز ويستخلص كرته ويحفظ على كرته ويأمن الناحى الشمال بتاع النادي الاهلي رغم ان المباراة الطبيعة اللي يبقى تلتة صفر والدنيا تريح الديها تسعين مخزون البدني قل لأخل في الالتحام والعابة مدياما لأيبقى قوية جدا بالمناسبة دخل في الالتحام حجز على كرته الراجل اضطر انه يزقه وخاد فاول وبص هنا بص الوقفة بتاع الكريم دي مهمة اوي 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 الوقفة دي بتاع العيب حافظ المكان حافظ ابعاد ان الراجل ده ما عندهش حلول غير انه يطلع لبرا فهو طلع معاه البرا ومش بايع نفسه عشان يرجع يكمل الفريم اللي بعده عشان يرجع ياخدوا الكرة بالشكل ده ويستحوز على الكرة وينقذ الاهلي من هجمة في وقت الفرق خلاص كانت التالت رايح بعد تلتة صفر